بصوا يا جماعة يعني صلوا على النبي وكمان زيدوا النبي صلاة انا من المنبر ده وعدت السادة المشاهدين انه برنامجي 90 دقيقة حيتسم بالمصدقية وعايز اتكلم الحقيقة عن موضوع هو موضوع تخفيف الاحمال دلوقتي انتو يا وزارة الكهرباء طرحتوا خطة لتخفيف الاحمال على كل المحافظات والناس ارتضت وردت ليه لانها وقفة مع بلدها والشعب المصري مع دولته دايما حد لما الازمة تعادي مبارح قالك انه في جدول علشان كل منطقة او كل مربع سكني يعرف النور حيقطع عنده امتى ودي حاجة رائعة جدا زي ما انتو شايفين الجدول اهو كل منطقة او مربع مكتوب انت هيقطع عندك مثلا من الساعة 12 للساعة 1 غيرك حيقطع عنده مثلا من اتنين لتلاتة حلوة قوي النظام ده جدا وده حاجة حاجة يعني مشجعة وتخلي الواحد يبقى مستعد يعني عشان اللي داخل الاسانسير ما يقفش بيه ما يتحبسش جواه وعشان اللي عنده شغل او مثلا مكتب او موظفين يعمل حسابه كل واحد يعني بيبقى بيستخدم النور في حاجة حيقطع عنده في الوقت الفلاني بيبقى كويس بيبقى عارف يعني عشان اللي عنده محل مثلا ما يتسرقش ويبقى عارف هيقفل امتى ممكن مثلا عشان اللي عنده محل يقول زباينه ما تجوش في الوقت ده انا حقفل اللي عنده اجهزة كهربائية في البيت يفصلها عشان ما تتحرقش يعني حقيقة الجدول ده مهم جدا ومنظم جدا وعامل مساعد جدا يعني اللي عنده ملاحق ده برضو وبيذاكر يغير مثلا توقيت المذاكرة بتاعه يبقى عارف انا هذاكر من امتى الامتى في بقى يعني خمسين سبب علشان وعلشان وعلشان يا جماعة نزول الجدول من امبارح الحقيقة وبدأ يتطبق والنهار ده الجدول اللي انتشر الحقيقة للأسف ما تنفسش زي ما اتنشر وجلنا في بعض المناطق فحصل الحقيقة احداث كتير مش حلوة نتيجة ده وطبعا بالتالي حصل لخبطة فاحنا بنرجو اللي عمل الجدول ده ينصق مع اللي بينفذ الجدول ده بسيطة هي اللي عمل الجدول ده ينصق مع مين مع اللي بينفذ اللخبطة دي حصلت يا جماعة في بعض الاماكن مش كل الاماكن احققا للحق لكن المناطق دي من حقها ان يكون فيه التزام بالجدول اللي معاها فانا بعمل النهار ده صرخة بعمل النهار ده استغاثة لوزير الكهرباء دكتور محمد شاكر واللي عمل هذا الجدول لتخفيف الأحمال انه يبقى فيه تنفيذ حرفي ووقتي محدد زي ما هو موجود في الجدول مش عايزين اكتر من كده موضوع سهل وبسيط والناس متحملة والناس متفهمة واحنا مع بلدنا قلبا وقالبا ولازم نبقى متفقين ان الشعب حقيقي بيساعد ومتفاهم اللي بتمر بيه حكومته وبيتعاون معها كلها شهر ومستحملين كلنا والازمة ان شاء الله هتعدي موجة عالمية مش علينا بس على العالم كل وشهره هتعدي فانا برجوكم اخيرا الالتزام بالجدول ومش عايزين غير كده دي كانت رسالة مهمة حبيت ابدأ بيها الحلقة النهاردة شهره هتعدي